اشتركوا في القناة الله و مصلي و سلم و بارك على نبينا محمد ان شاء الله تكونوا بخير و في احسن الاحوال ان شاء الله كما رأيكم تشوفو اليوم عندنا السردين اذا احبتو تعارفو شما انا سوف نوجد به نقول لكم تبعو الفيديو والوصفة للاخر ان شاء الله تلعجبكم شكرا جميع المتتبعين المتتبعات التاعي اللي بعثوا لي التطبيقات التحوم و خلوا لي هذو التعليقات الشابين اللي يحفزوني ديما نقولون شكرا لكم خصوصا للبنات اللي يعني قالوا لي انهم جربوا وصفة اعمامة القاضي والبتيفور والصاب لثانيت والوصفة الاخيرة شربة الفيطر كان بزاف اللي بعثوا لي في الميسانجان و قولهم بعدا نحط ان شاء الله نحط التطبيقات انتعكم اهنا كما ركتفو نقيت كامل السردين تاعي نحيط له قاعدة كالزعانف نحيط له الأعظم و درت له شوية ملح وزيبيس درت له الكمون درت له رأس الحانود درت له الزنجبي البودرة درت له الكوركم و درت له البابريكا و من بعد درته الترحى درت له الثوم والمعدنوس ورحيته هنا نسحقه الكفتة تاع السردين تحب تديره هكذا ترحيه ترحيه ولا قطعه غرب الموس يعني من الاحسن هذا الوصفة انك ترحيه واستمرنا لديهم مش بشير حيوه و لا معديهم مش مكسور او لا معديهم اشوار يعني يعني يقطعها غرب المس ثم ان نضيف لاما غير حوات لفلك حل و زنجبي البودرة و اضيف لاما اهنا نروح نديرو لصوص تعنى هنا عندي طاجين انا راني حنطيبوه في طاجين وانتو ماذا مش متوفر عندكم ديروه غير في مقلة يعني في بالغرض اهنا عندي الثوم راني راي حرابيها يعني هنا اي هاد الوصفة تعنى تحتاج كمية معتبارة تعال الثوم لانو السردين كما تعرفو يبغي بزاف الثوم باش يجينا ابنين بعد ما رحت مرحت هذه الثوم تاعي زيتت عليها الملح شوية زيت مورفة زيت نزيد عليها الزنجبيل نزيد عليها فلفل كحل ومن بعد نزيده شوية معدنس يعني ما كان له نكثره بزاف تعالي زيبس عندنا غير الزنجبيل وفلفل كحل الزيت الملح معدنس والثوم اهنا نحمسوهم شوية ومن جهه اخرى عندي الطماطش تاع الحبة اهنا كنت رحيتها وزيت عليها مورفة اعطماطم لمصبرة رحيتهم مع بعض ونبعد زيتهم في الطاجين بتاعي وخليتوا يطيب على جانبا اهنا درت شوية ما درتوا يغلى من بعد ما غلى درت كس صغر تعلاتي تعرز درتوا يغلى ومن جهه اخرى هنا لاصوس تاعنا خلاص راهي تحمس التنة وهذه الطماطش يعني ذابط نزيد عليها شوية ما اهنا رايح نمرقه يعني مرقته بالماء مروا بيني ولحبيته تمرقه بالمسخون مرقه بالمسخون كيف ما احبيته اهنا نخلو يعني لاصوس تاعنا تزيد تعقد وتشربنا مليح من جهه اخرى نروح نديروا ليبولتعنا نديروا هنا ليبولتع الكفتة تاعنا تسردين اهنا بشوية تعزيت يعني باش ما يلسقش في يديكم ديروا كوريات او ديروا اصابع كيف ما احبيته ديروا احبيته تديروهم كورات هكذا او ديروهم بالطولة كيف ما احبيته ندير كامل كمية اللي عندي ونرجع معاكم اهنا بعد ما اكملت كامل كمية اللي عندي اهنا لاصوس تاعنا خلاص راه تشربت راه الله الله يعني خليت المريقة قسمي يطيب لي قسمي يطيبوا هذو كليبول اهنا نجيبوا ليبولتعنا ونزيدوهم هكذا يعني غرب العقل ونحاولو يعني نديروهم غير من الطرف ونخلوه فارع هكذا كما راكوا تشوفوه في الواسط نزيدو هذك الرز اللي كنا اغليناه نصطياب اهنا الرز تعيره وطيب غير نصطياب يعني راني هنزيد نخليه يطيب لي مع هذو كليبولتع السردين اهنا نحركو كامل هكذا يعني باش يشرب هذي كلاسوس ما يلسق الناشتانية في الطاجين اهنا نغطيه على الطاجين ونخلوه هاي طيب اهنا كما راكوا تشوفو يعني خلاص الروس تعنا راه ودخله طياب طاب وليبولتع تطاب وراهم ما شاء الله واحدة الريحة يعني راهي عبقت الدنيا ما شاء الله ريحتها يعني بنينا بنينا اهنا نمرو لتصحن التقديم انا قدمتو بها الطريقة وحبيتو تاكلوهم الطاجين كيف ما حبيتو خليت فيه شوية على سوس يعني خليت فيه شوية على مريقة ما نحبش ناكلو ناشف لانه ما نشاي حناكلو بالخبز ناكلو غير هكذا شوفوا الروس بتاعنا جا طيب ما شاء الله وليبولتاني تالني حنقسم معكم حبت شوفوها كيف ما جت يعني جت طريا وماشي ناشف جا ما شاء الله نتمنى انو الوصفة تاعلي يوم نالت اعجابكم كفتة السردين بالروز نتمنى انها نالت اعجابكم نقولكم دمتم رائعين السلام عليكم